ازايكم عاملين ايه النهاردة يوم مختلف احنا مش هنعمل نهاردة الراسبي احنا النهاردة هوريكو حاجه جديده مسمينها الجوكر ايه هو الجوكر واك زيبتر عباره عن ايه بقى طاسه اللاية حلى اللي انت عايزه على حسب نوع اللي هتعمليه فيها هي معايك يرايحه في اي حاجه هنعمل مع بعض ايه النهاردة بقى هنقلي فيها 3 حاجات مختلفه بتاست مختلف وهنشوف الطعم هل هيكرف عليها ولا طبعا 100% مستحيل الطعم هيكرف ليه عشان احنا هنعمل في الزيبتر النهاردة تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه لثلاث حاجات اللي هنقليهم في نفس الطاصة وهندوق مع بعض ونقولكو رأيينا في الآخر يلا تعالوا معايا كل المتابعين فوتو داي اشوفوا معايا الاختراع الجديد ده اللي انا نفسي متشوكه اشوف هيحصل ده ازاي يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه في الجوكر اول حاجه هنحط الزيت حد ما يسخن الزيت حطي زيت كتير جدا ما تقلقيش لان الزيت هتقدار يتقلي فيه مرة واثنين وثلاثة لانه ما بيت اكسدش مع الليا زيبتر ولا مع الحلل ولا اي حاجة من منتجات زيبتر فالزيت براحتك حط كتير وشيليه تاني مش هيحصل له اي حاجة تعالوا مع بعض بقى نتبل السمك الفليه هنحط شوية لمون صغيرين عشان هما مش معنا كمية كبيرة شوية كمون مكونات تدبلة السمك العادية اللي كلنا عارفنا شوية فلفل صغيرين ده على حسب الرغبة طبعا هو الاحلب يبقى التوم عادي مطحون بس انا حطيت دلوقتي بودرة توم بودرة ونحط شوية كزبرة نشفة واحلى لو فيه كزبرة خضرة كمان يبقى لذيذ جدا وشوية ملح كل دول بنقلبهم مع بعض هتبل بيهم السمك اللي هو الفليه والاحسن طبعا نحن نسيب السمك الفليه شوية يعيش مع التدبيلة بس احنا دلوقتي مستعجلين فنقلي على طول بعدين طبعا هنحطه في دقيق عشان ده المفروض نوعه يبقى فرايد او مقلي يعني فنعمله كده في التدبيلة والروح على الدقيق خلصنا خلاص تدبيلة السمك الفليه دلوقتي سننزل بالبطاطس اول حالي هنحطها في اقتصا فقط عايتنا حطينا البطاطس على النار هتوعد لها حوالي تقريبا خمس دقيق بس بتنشف سنك كده وبعدين هنحط وراها السمك وبعدين وراه السمبوسك حط السمك هنحطه على البطاطس خدوا بالكو ايه كله نزل على البطاطس خدتوا بالكو ان احنا حطينا البطاطس على الزيت وهو بارد يعني هي الميذة في الحلة الواق او في المقلية الواق على حسب كل واحدة يسميها ايه انك بتحط على الزيت وهو ساقع وما تلاقيش خالص في نفس التاسع مع كل حاجه دلوقتي هنطلع اول حاجه طبعا اللي عايز ان احنا هنحط مناديل على طبقه عشان نطلع البطاطس ونطلع السمبوسك مع اواني زبتر انتو مش محتاجين خالص لانها هي فعلا مش شربة زيت يعني قدامي هي واكيد باينها قدام الكاميرا بجد بجد طلع اختراع تعالوا بقى ندقوا مع بعض الحاجات دي نحط رشة ملح كده على البطاطس ونحط رشة فلفل وندوق البطاطس اللي انا مش شايفة فيها نقطة زيت وده الغريب بجد طلع اختراع وبجد مش ضيق اي حاجه مش هتكرفع عليها غير ان البطاطساء بجد من جوه هشة فضيعة فضيعة ندوق بعديها ايه بقى اصحنا اكتر حاجه خايفين منها السمك فاحنا دلوقتي هندوق بقى السمبوسك نشوف السمك كامل معا ايه الحلوه دي بجد دوقنا السمبوسك نخش بقى على ايه السمك الفليب لا تدبيله خطيره خطير بس المرة دي مش انا بصراحه النهارده النجم معانا بجد هي التاصل واك اللي عملنا فيها كل الحاجات دي بجد طالعا ما فيهاش نقطة زيت الناس اللي بتبقى هالسي فود ونفسها مره تاكل مقليات كده لا بجد تجرب حتى لو جي فيه زيت عمره ما هيبقى بنسبه قد كده مش هتشوفوه اصلا كنتم معاكم النهارده ياسين مبخفوتو دي النهارده مش فكرتنا ريسبي خالص النهارده كان فكرتنا ان احنا نوريكوا التاصل واك طلعت تحفه بجد لازم تجربوها عملنا فيها احلى حاجات مقليه طلعت رزيزه جدا ما فيهاش نقطة زيت كنت معايا النهارده في مبخفوتو دي ابعتولي كده على الكومنتات وقولولي ايه رأيكو في الحلة لو حد عنده الحلة دي قولي مش عنده لو جابها بعد الرسبي دي يقولنا رأيكو فيها ايه هستنياكو الرسبي الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة